استشهد أربعة فلسطينيين وأصيب عشرون أخرون تم نقلهم إلى مجمع ناصر الطبي بخان يونس إثر قصف مدرسة تأوي نازحين فيما ارتقى ثلاثة أخرون من بينهم طفلان في قصف الاحتلال على منطقة السطر الغربي شمال خان يونس كما استشهد فلسطينيين وأصيب أخرون في قصف الاحتلال الإسرائيلي تجمعا سكانيا في مخيم البريج وسط قطاع غزة لا مكان آمنا في القطاع شهيد يسقط مع كل دقيقة تمر على القطاع الأعزل مجاعة وقصف مستمر هذا هو ما يعانيه قطاع غزة مع دخول الأدوان الإسرائيلي عليه يومه الحادي عشر بعد المئة الاحتلال الإسرائيلي لا يزال يكثف غاراته الوحشية على القطاع بأكمله وعلى وجه التحديد جنوبية قطاع غزة في ظل كثرة النازحين في مناطق حدد جيش الاحتلال مسبقا أنها آمنة لكنه عاد واستهدفها بشكل ممنهج حملة القصف العشوائي في مدينة خان يونس طالت مراكز النازحين مخلفة أعدادا كبيرة من الشهداء بالتزامن مع معارك برية تقترب من المشافي القليلة المتبقية لخدمة عشرات الآلاف من الجرحى الذين يخضعون لظروف لا يمكن تصورها في سبيل الحصول على العلاج وكثير منهم لا يصل إليه أبدا وكأن سيناريو مستشفى المعمداني سيتكرر فالمعارك البرية بين المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي تحتدم في محيط مستشفى ناصر الطبي أحد أكبر مشافي المدينة أما مدينة رفح الفلسطينية التي تؤوي قرابة المليوني نازح من القطاع فقد قام طيران الاحتلال بقصف شقة سكنية بحي تل السلطان غربي المدينة مخلفا شهداء ومصابين ليس هذا فحسب بل أصابت قذيفة دبابة إسرائيلية مبنى تابعا لوكالة الأونروا التابعة للأم المتحدة يؤوي عشرة آلاف نازح في جنوب قطاع غزة مما أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات مثير للقلق على نحو لا يصدق هذا هو وصف الولايات المتحدة للكارثة دون أن يبدو منها موقف جاد حتى الآن من العدوان المستمر الذي أسقط أكثر من خمسة وعشرين ألف شهيد وأصاب أكثر من ستين ألف شخص ناهيك عن المجاعة والإبادة الجماعية التي يواجهها القطاع في ظل قلة المساعدات حيث تعرقل إسرائيل إجراءات إدخالها لاستخدام سلاح التجويع ضد أهالي القطاع ترجمة نانسي قنقر